القاهرة عاصمة مصر وأهم مدنها وقد أسسها القائد جوهر السقلي سنة تسعمائة وتسعة وستين ميلادية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وسميت القاهرة تاريخيا مدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها وقد وضعت الدولة شعارا رسميا لمدينة القاهرة وهو جامع الأزهر الشريف منارة الإسلام ومنبره في العالم أجمع وقد صارت القاهرة الآن أكبر تجمع سكاني في قارة إفريقيا والشرق الأوسط حيث يسكنها أكثر من عشرين مليون شخص تقريبا ولذلك تواجه القاهرة الكبرى مشكلة يومية وهي الزحام الشديد في الطرق ووسائل المواصلات ككثير من العواصم والمدن العملاقة في العالم تحدها الصحراء من الشرق والغرب وقد حباه الله نعمة عظيمة إذ يتوسطها نهر النيل تشتهر القاهرة بمعالمها السياحية التاريخية كالأهرامات ومتحف القاهرة والدينية كمسجد الحسين والكنيسة المعلقة والترفيهية كحديقة الأزهر وسوق خان الخليل